بص زمالك فضله نقطتين عشان يتوج رسمياً بطلاً للدوري العام المصري لهذا الموسم للعام التاني على التوالي والمباراة الأخيرة كانت ما بين سموحة وبرامدز والانتهت بفوس كبير جداً جداً لبرامدز ونهاردة شفنا عبدالله السعيد بيبدع في المباراة عمل ماتشهاي الكعته وأحرز هدفين ماركت عبدالله السعيد طيب دي الماتشاط وخلاص الزمالك مش فضله ثلاث نقاط لا فضله نقطتين فقط بتفصل نادي الزمالك عن الدوري ليه نقطتين؟ ليه مش ثلاثة؟ ليه مش نقطة؟ نقطتين لأن برامدز دلوقتي عنده 68 بنت بنت 68 بنت الزمالك عنده 75 لو برامدز كسب التلاث ماتشاط يصل للنقطة 77 يصل للنقطة 77 والزمالك نقطتين يبقى فيه موجهات مباشرة طبعا الزمالك يفوز بالدوري لكن أعتقد الزمالك بهذا الشكل هيحسمها في المباراة القادمة برحب بضيفي الكبير الكابتن رضا عبدالعال النجم الكبير اللي مشرفنا ومنورنا وهينورنا قريب هانت خلاص؟ قول يا رب إن شاء الله أسبوعك جاي؟ إن شاء الله نفرح بيك كده؟ إن شاء الله هل يفرح بيك الأسبوعك جاي؟ قول يا رب ما تقطعش ألا؟ أنت لسه برد؟ ألا ممكن لا ممكن أطلع عين لا لسه ولا خلاص؟ إيه داي؟ لا ما خلاص هو بالنسبة للدوري خلاص أه طيب خلاص بص خلاص من يوم مطش بيرامد إنت قاعد يا أخي بحي أنت بتفكر في الهروب أنا ههرب ليه ليه ههرب على فكرة إحنا لو جينا للجد والرهان أيوا أنا محلقش ليه؟ لأن أنا قلت لك في حالتين أيوا لو اللعيبة أخلصت أيوا وفي عدالة تحكمية لا والله هزعل منك لا إحنا شونا كده سعيطة إيه العدالة تحكمية؟ إيه اللي حصل في العالم؟ لا ما خلاص ما فيش حد ظلم طيب بس إنما هي اللعيبة طيب أنا مالي طيب أنت تتكلم جد آه ده ده مش علي هذا مش علينا المهم الأول